في نسيج العملية السياسية العراقية اليومية أصبح مجلس الأمن الدولي جزءا منه في طرح الأراء والمشاركة في قضايا الشائكة إحاطات مستمرة للمجلس على لسان مبعوثته الأممية جينين بلاسخارت التي أصبحت هي الأخرى أقرب للصورة العراقية في المشهد السياسي وبمسافة أقرب لحكومة السوداني وعبر إحاطتها الجديدة بشأن العراق أمام مجلس الأمن الدولي حملت عنوين دعم الحكومة سياسيا لتحقيق تطلعات العراقيين وأثنت على جهود مكفحتها للفساد سيما مع استردادها أموالا مهربة لكن بلاسخارت دعت في ذات الوقت إلى وجوب تفعيل إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة والتركيز على إعطاء أولوية لتنويع الاقتصاد عبر تطوير القطاع الخاص مشددة على رفض فكرة الاعتماد على النفط فقط وتلك الدعوات والإشادات والتنبيهات الأممية لم تكن جديدة على الشارع الحكومي سنوات طويلة ما يضع في حسبان المراقب السياسي العراقي أسباب عدة لعدم تأثير مجلس الأمن الدولي في إحداث تغيير حقيقي في الملفات العراقية الشائكة إذ أن مجلس الأمن الدولي يرفض الهجمات الصاروخية على سيادة العراق وكشف خطر الميليشيات والسلاح المنفلت والاهتمام بالقضايا الحقوقية والأهم إحاطات مستمرة في تقديم الدعم والنصح للحكومات المتعاقبة لم تتحول لصورة فعلية على الأرض يؤكد محللون أنها يجب أن ترتقي لمستوى الدعم العملي للحكومات في مواجهة ملفاتها الشائكة وتلك التي لا تملك القدرة على إيجاد حل لها سيما تلك المتعلقة بمفاهيم السيادة واحترام القانون وهنا يبرز تساؤل الشارع العراقي حول مدى أهمية وتأثير تلك الإحاطات سيما المرافقة للحكومة الجديدة محللون يرون أنها مجرد واجب وظيفي يقدمه مجلس الأمن الدولي سيما مع غياب تحقيق من بثق عن إحاطات عدة في ملفات السياسة والأمن والاقتصادي والصحة وغيرها